السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات المشاهدين والمتابعين لمنارة العلمي انجليش فور يو وأولياء أمورهم الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلمي انجليش فور يو مازلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح وملاجعة منها الكوننكت فايف للصف الخامس الابتدائي بنحل دلوقتي في ملزمة المتميز على يونت سري ويونت فور للصف الخامس الابتدائي منهج شهر نوفمبر اللي هنرحن فيه ان شاء الله وصلنا مع بعض الpart 2 part 2 هنتكلم النهاردة مع بعض على سؤال التشوز هنشوف أسئلة التشوز اللي ممكن تجيلي على الوحدة التالتة والوحدة الرابعة وهنفهم بنحلها ازاي وبنطبق القواعد اللي احنا اخدناها وبنحل على الدروس اللي اخدناها ازاي طبعا شوفوا part 1 كنا حلين فيه اللي هو سؤال القطعة عارفنا بنحل سؤال القطعة ازاي وبنذاكر اللغة الانجليزية ازاي طيب هكرر تاني لو محدش لست اشترك معايا او محدش يعرفني فانا منارة العلمي انجليش وديو قناة بتقدم شرح منهج لغة انجليزية للصف الرابع والخامس الابتدائي بنشرح منهج connect 4 وconnect 5 تسهيلا على اولياء الامور عشان نحاول نساعدهم في شرح المناهج الجديدة وتيسيرا عاد طلاب بنحاول نبسط لهم المعلومة والقناة بالمجان تماما فهي زكاة علم كل هدفها مساعدة الطلبة اللي يوصل لهم المحتوى بالمجان تماما واحنا رفعين بقى شعار ساعد تقجر فلو انت تفرجت على الفيديوز وعجبتك من فضلك ما تنسناش في لايك تحت الفيديو عشان الفيديو يعلى وغيرك يشوفه وكومنت حلو منك تشجعنا ان احنا نكمل به وتدعو بقى اصحابك ومعارفك واي حد تعرف ممكن يستفاد ومحتاج الشرح ان هو يشترك بعانا في القناة طيب هنشترك ازاي في القناة هندخل على اليوتيوب ونكتب في شريط البحث بنارة العلم بالعربي انجليش فوريو بالانجليزي هتتفتح القناة هتلاقي الفيديو تحت زر احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك هتدوس عليه وتفعل الجرس على الكل عشان اول منازل الفيديو يوصل لك وتتابع معنا طيب اللغة الانجليزية بتتذكر ازاي اللغة الانجليزية عاملة زي اللغة العربية زمان لما كان بيدينا درس قراءة ويجيب لي اسئلة على الدرس القراءة ده احنا عندنا ست وحدات كل واحدة فيها ست دروس كل درس بيكون بيحكي لي على reading text passage dialogue story يا اما قطعة يا اما نص يا اما حوار المهم بتعلم منه معلومات عن موضوع معين فاعرف اتكلم به في يعني اتكلم عنه بالانجليش او بعرف حوار معين اعرف مثلا لو رحت السوق وقابلت البائع البائع يقول لي عايزة ازاي اقول له انا الحاجة اللي اما عايزها ازاي وهكذا نتكلم مثلا عن السياحة وازاي نعمل موضوع تعبير عن السياحة نتكلم مثلا عن حاجات كتير بقى ان احنا خدناها في المنهج زي مثلا السلسلة الغذائية عن مصر مثلا وموقعها الجغرافي وهكذا طيب المفروض ان انا ذاكري ازاي بقى المفروض ان انا بستعين باي كتاب خارجي في المعاصر في الباهر في بيت باي بيت في جيم في قطر الندى في استباهد في كتب كتير الكتاب اللي ريحك هاتو كلهم كتب ممتازة ولكن افضلهم هو المعاصر ويليه الباهر طيب جبت الكتاب الخارجي هتفتح الدرس اللي عندك بتقرأ المين فوكابلر اللي هو مديهولك اللي هو الكلمات الاساسية في الدرس اللي عايزي اعرفها عشان لما اعرفها هيسهل علي موضوع الكراءة بتاعت الدرس وان انا بقى فاهم طيب حفظت الكلمات دي يكفي ان انا حفاظها شفوي ان انا بقى عارفة كلمة ومعانيها هبتدي اقرأ الدرس اللي عندي افهم بقى الدرس بيتكلم عن ايه اشوف لو عندي اكسبريشن تعبير اتقال في وقت معين اتقال امتى واتقال ازاي وترتيب الجملة بتاعته بتكون ازاي بحفظه زي ما هو باشوف حروف الجر ايه بيجي مع ايه وايه بياخد بعدها ايه وهكذا باشوف اللاجويتش فوكس الحاجات بقى اللي هي بعض الحاجات اللي بتساعدني في ترتيب الجملة في اللغة الانجليزية يعني وبقف بقى عند مصطلحات وحاجات هستخدمها امتى واستخدمها فين اعرف مثلا ان تو بيجي بعضيها على طول المصدر اعرف مثلا ان انا لو بسأل سؤال بوز او وير او داز او ديد سؤال يعني بهل او بالفعلة مساعدة بيبقى اعجبته يس او نو اعرف ان نو نازم يجي معانيها بعضيها نوت عشان هي بتبقى نافي الحاجات دي بقى واعرف مثلا بستخدم ميك امتى استخدم دو امتى كل دي من اللانجويتش فانشن او اللانجويتش فوكس اللي احنا المفروض نعرفها كمان بنشوف الجرامر بيدينا بعض الازمنة لازم بنكون عارفينها وعارفين تكوينها وعارفين الكلمات الدل عليها عشان لما اشوفها في الجملة اعرف اصرف معاها ازاي طيب كمان بيعلمني ان انا الريدنج بقى اعرف اقرأ عشان لما اقرأ افهم فاعرف احل وبعدين اعرف اسمع الليسنينج عشان لما اسمع وافهم اعرف احل وكمان ازاي التوكينج اتكلم امتى اقول ايه امتى وده لما دخل لي سؤال جديد اللي هو سؤال الليسنينج وبنكمل الديالوج الناقص من خلال النص اللي احنا سمعناه ده عشان ينمي عندي مهارة الليسنينج ان انا اسمع فلما اسمع افهم فلما افهم اعرف احل وعرف اتكلم مهارة التوك الريتنج بناميها ازاي بناميها من خلال اسئلة المقالية بتاعت الكتعة اللي بجاوبها ومن خلال براجراف اللي هو بيديهوله وبيبقى عايزني اكتب من 30 ل 40 كلمة او يعني اربع او خمس سطور عن الموضوع معين هو الدهولي طيب تعالوا بقى مع بعض كده دلوقتي نشوف بارت 2 اللي هو اللي تشوز وطبعا ده هيكون شرح لأسئلة مراجعة ملزمة المتميز على يونت 3 ويونت 4 لمنها كوننكت 5 للصف الخامس الابتدائي وطبعا الملزمة من اعداد الاستاذ محمود سعيد جزاه الله خيرا وحل مستر مصطفى عوض المستر انجليزي جزاه الله عننا كل خير هنبدأ بقى مع بارت 2 تشوز ونشوف هنحلها ازاي طيب طبعا نازم بابقى حافظة رأس السؤال ابقى مفهمة الطالب رأس السؤال يبقى حافظه وعارف انه لو جاله ايه يبقى هو بيطلب منه ايه فهنا بسلا بقول read and choose the correct answer شفت كلمة choose معناها اختار على طول طيب هنا بيقول dad bought me an amazing a of shoes عايز اقول ان والدي احضر ليا زوج مدهش من الاحزية زوج جميل جدا من الاحزية طبعا الحزاء عشان هو رجل يمين ورجل شمال left and right هم اتنين فعشان كده ده ما اقول pair of shoes يعني زوج من الاحزية طبعا الشوز والeye glasses والسوكس والتراوزرز الحاجات دي بتبقى pair فطبعا هاخد pair of shoes معناها زوج من الاحزية طيب number two بيقول we wear a on your hands we wear a on our hands مش on we your hands او اقول you wear a on your hands تمام ما علينا بنلبس ايه في ايدينا طبعا في ايدينا الصوكس دي الشربات مش هنلبسها في ايدينا الشوز دي مش بنلبسها في ايدينا طبعا اتنين دولات بنلبسهم في او رفيت اللي هو في رجلينا او في قدمنا يعني انما بنلبس ايه في ايدينا طبعا الجلافز اللي هي الجوانتي الجوانتي بنتلبس في ايدينا او بنسميه الكفاز باللغة العربية طيب number three بقول my school is a white t-shirt and blue trousers طبعا my school uniform يعني ازي المدرسة بتاعي عبارة عن الاميس الابيض ابو نصكم والبمطلون الازرق يبقى my school uniform طبعا الحاجات دي بقى كلها من ايه كنها من اسئلة الدروس كلها من المين vocabulary والدرس اللي هو عندي عندي درس اصلا بيتكلم عن اليونيفورم ايه وعرفني ان السكول يونيفورم بيكون شكله عامل ازاي وعرفني ان السكول يونيفورم معناها ازاي المدرسة وكلمة يونيفورم الواحديها معناها ازاي الموحد فهو ايه كده خلاص مش جايب لحاجة من بره يعني طيب number four and a is a land that has water around ايه اللي عبارة عن قطعة ارض محاطة بالمية طبعا الليك اللي هي البحيرة والايلاند اللي هي الجزيرة والفورست اللي هي الغابة طيب ايه هي اللي بتبقى عبارة عن قطعة ارض محاطة بالمية من حواليها طبعا هي الايلاند اللي هي الجزيرة طيب number five بيقول I have got a dark red a for when it gets cold بيقول انا عندي ايه حاجة لونها احمر غامق بيستعملها لما الدنيا بتكون بردي بقى ايه طبعا طاي ليها معناين تيجي verb يعني فعلي بتكون بمعنى يربط يربط كرافات يربط رباط الجزمة اما بتيجي اسم نون بتكون بمعنى الكرافات تزاك نفسيها تمام يبقى هنا سويتر اللي هو الجاكت يعني او البلطو بتجيب معنا الجاكت بردو سوكسز الشربات طب انا هلبس ايه عشان الدنيا بتبقى برد بره طبعا هلبس السويتر اللي هو الجاكت الجلدي بتاعي مثلا او الجاكت الصوف او كده بنسميه ايه سويتر طيب number six بيقول there is no a on this island it's very quiet عايز يقول ان مفيش ايه في الجزيرة دي الجزيرة هادية خالص يبقى مفيش مرور مفيش زحمة يبقى مفيش traffic there is no traffic on this island it's very quiet طيب number seven بيقول my جلبية has too long الجلبية بتاعتي عايز اقول ليها comment wall يبقى sleeves يبقى too long sleeves gloves دي معناها كفازات او جونتي sleeves دي معناها اكمام ropes اللي هو الرداء الرداء او الملبس الرداء او الملبس يعني اسمه ropes تمام هي ايه too long طالما too long يبقى sleeves اللي هو الاكمام طيب number eight بيقول the place where i live is called my المكان اللي انا بعيش فيه اسمه my ايه طبعا my community اللي هو مجتمعي او اسرتي طبعا string يعني خيط و garden يعني حديقة انما the place where i live is called my community المكان اللي بعيش فيه اسمه مجتمعي طيب number nine i like my blue sweater that's my انا بحب السويتر او الجاكت الازرق بتاعي يبقى ايه يبقى داء المفضل لدي يبقى that's my favorite يعني داء المفضل لدي that's my favorite اوكي اوكي cool برضو بتيجي بمعنى لو قلت كل night يبقى كل night يبقى ليل بارد او مساء بارد favorite يعني المفضل favorite اللي هفضلها يعني يبقى that's my favorite يعني داء المفضل لدي طيب number ten يقول the greenhouse gases work like a around earth يعني غازات الاحتباس الحراري بتعمل كايه حوالين الارض طبعا خدناها انها بتعمل كبلانكت يعني يعني الغطة زي مثلا البطانية زي اللحاف ليه لانها بتعمل ان درجة حرارة الارض تبقى درجة معينة ما تزيدش عنها او ما تقلش عنها عشان الارض تبقى warm تبقى دافية بس الدفايات اللي ايه اللي يقدر الانسان يستحمله ما تقلش درجة الحرارة قوي وتوصل للسالب فالانسان يتجمد ويموت وبرضه ما ترتفاش قوي والانسان يسيح ويموت لان الواحد بيموت من الحر وبرضه بيموت من البلد انما يكون درجة معقولة كده تكون دافية يقدر يستحملها الانسان فهي بتعمل يعني بطنية طيب نبدل الالفين بيقول The Nile Valley is like a طبعا نايل 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 طبعا الجزيرة زي ما اتفقنا هي ارض ولكن محاطة بمية من حواليها يبقى انا عشان اوصلها لازم اركب حاجة في ال ايه في النيل او في البحر او يعني حاجة في المية يبقى هركب ايه هركب البوت اللي هي المركبة همشي بقى على رجليه واروح ولا المترو طبعا طالما هي ارض ومحاطة بمية يبقى عشان اوصل لازم امشي في المية دي يبقى طبعا هروح بالبوت اللي هي المركبة طيب number 13 safe played tennis طيب هنا played يعني ماضي طيب الماضي هنا ده past simple tense past simple tense التصريف التاني للفعل يبقى الماضي ايه الكلمة اللي تدل على الماضي؟ next week ولا tomorrow طبعا next اي حاجة next day, next week, next year كلمة next week كلمة tomorrow ديم الكلمات الدل على future simple يعني الكلمات الدل على المستقبل يعني بجيب معاهم will او shall زائد المصدر طيب امان ايه هي الكلمات الدل على الماضي طبعا كلمة زي كلمة yesterday اللي هي معانيها بالامس فلما شوف yesterday فانا الفعل اللي عندي يكون ماضي فعشان هنا الفعل ماضي past simple tense يبقى اخترت ايه اخترت yesterday طيب السؤال بعكده بيقول our a can't grow without water ايه اللي ما يقدرش ينمو من غير المية climate اللي هو المناخ ولا الكروبس اللي هو المحاصيل ولا the earth اللي هو كوكب الارض طبعا الكروبس الكروبس اللي هي المحاصيل can't grow without water ما تقدرش يتنمو من غير المية طيب السؤال بعكده بيقول our school uniform is really a we like it طالما هما بيحبوه هيكون bad هيكون سيء يعني وشكل وحش ولا اجلي شكله كبيح لا اكده هيكون smart حلو وانيق عشان بيحبوه يبقى our school uniform is really smart يعني لبس المدرسة بتاعنا حقيقي انيق طيب number 16 بيقول the a tell the tourists where they can dive مين اللي بيقول للسياح على الاماكن اللي يقدروا يختصوا فيها doctors اللي هما الدكاترة ولا teachers اللي هما المدرسين ولا tour guides اللي هما المرشدين السياحيين طبعا الت tour guides اللي هما المرشدين السياحيين يبقى the tour guides tell the tourists where they can dive طيب number 17 in the white desert you can see some amazing يعني في الصحراء البيضاء يمكنك ان ترى ايه بقى شكلهم رائع ومديشين طبعا السكليبتشيرز اللي هما المنحوتات السكليبتشيرز اللي هما المنحوتات والتمثيل هما دولة الحاجات اللي احنا بنشوفها في ال white desert في الصحراء طيب يبقى اخترنا ايه اخترنا سكليبتشيرز طبعا pyramids يعني اهرامات و status برضو معناها تماثيل بس هنا السكليبتشيرز او المنحوتات دي معناها تماثيل او منحوتات اتفعلت بفعل الطبيعة انما دولة معناهم انهم تماثيل او منحوتات اتفعلوا بقى بفعل بني ادم بني ادم اللي لحتهم بني ادم اللي لسمهم مش بفعل ايه الطبيعة يبقى خلاص زي ما اتفقنا سكليبتشيرز يعني منحوتات status يعني تماثيل بني امرز يعني اهرامات سكليبتشيرز يعني تماثيل او منحوتات اتفعلت بفعل الطبيعة الرياح اللي عملتها انما status دي تماثيل اتفعلت بفعل انسان انسان هو ننحتها وعملها فطبعا اللي في الوايت ديزيرت زي ما احنا ماخدين في الدروس هو السكليبتشيرز اللي هي التماثيل او المنحوتات بفعل الطبيعة بفعل الويند بفعل الرياح طيب ايه سابع اخي بيقول the girl a watching a movie at 7 pm last night عايز اقول ان البنت كانت بتشاهد الفيلم في الساعة السبعة مساء last night يعني امبارح مساء اللي هو اخر مساء طيب كلمة last night دي كلمة من الكلمات الدلة على الماضي وبعدين لما جيب time وبعدين كلمة من الكلمات الدلة على الماضي فده يعبر عن زمن الماضي المستمر يعني ايه ماضي مستمر يعني past continuous tense طيب يبقى انا كده هرجع لتكوين past continuous tense اللي هو الماضي المستمر بيتكون من ايه؟ بيتكون من was aware plus verb plus ing طيب هرجع اسأل السؤال امتى اخد was وأمتى ااخد where ااخد was مع الضماير المفردة او ما ينوب عنها اي اسم مفرد واخد where مع الضمائر الجامع أو ما ينوب عنها اي اسم جامع طيب الاسماء المفردة اللي عندي اللي هما ايه؟ اللي هو او Thmae المفرده اللي عندي اللي هو He و She و IT طيب لقيت He او Шي او It هاخد was واجبلو بعضيها الباب plus ing طيب ما لقيتش هي او شي او ات اشوف بقى اي اسم مفرد ذي the girl ممكن اشيل the girl وحط بدلها شي يبقى اذا اخد معها اي يبقى اخد معها was يبقى the girl was watching a movie at 7 p.m. last night طيب number 19 بيقول the red sea lays on Egypt's east احنا خدنا ان البحر الاحمر موجود فين موجود طبعا في شرق مصر بس منقول عليها ايه منقول على الساحل الشاركي يبقى ايجبت's east coast طبعا ال rain forest اللي هي الغابات الاستوائية او الغابات المطيرة وال desert اللي هي الصحرة والcoast اللي هو الساحل طبعا هناخد coast لان احنا منقول ان هي red sea lays on Egypt's east coast طيب number 20 بيقول mary listened to the teacher carefully the lesson عايز اقول ان ماري صناطة كويس اوي للمدرسة وهي بتشرح الدرس ليه عشان هي عايزة تفهم الدرس هنا كاني برد على السؤال بتاع why او ما السبب طبعا سؤال why زي ما اخدنا بنرد عليه بحاجتين يا بنرد عليه بكلمة because او بنرد عليه بكلمة to ويجي بعضيها المصدر يبقى لكي يبقى انا هنا عايز اقول ان ماري صناطة التيتشر كويس اوي عشان لكي تفهم الدرس يبقى to understand يبقى to understand يبقى mary listened to the teacher carefully to understand the lesson طيب سؤال بقى كده نمبر 21 بيقول we can grow plants and crops when the land is احنا نقدر ان احنا نزرع نباتات ومحصيل لما يكون الارض اللي عندي منها طبعا لما تكون الارض اللي عندي خصبة يعني ايه ارض خصبة او ارض خصبة يعني فرايل لما تكون الارض اللي عندي فرايل يعني ارض غنية بالعناصر الغذائية وارض كويسة تمام يبقى اختار كلمة فرايل يعني ارض خصبة نمبر 22 بيقول he ate to the beach yesterday عايز اقول هو ذهب للشاطئ بالامس yesterday كلامة من الكلمات الدلع الماضي يبقى اجيب معها ماضي طب الفعل جوه الفعل جوه ده من الافعال الشازة اللي التصريف التاني بتاعها بيكون ايه الماضي بتاعها بيكون ايه بيكون went فعشان كده هياخد معاها went يبقى he went to the beach yesterday طيب بيقول reem is wearing a on her hands ريم لبسة ايه في ايديها طبعا هتلبس في ايديها ايه هنا glasses اللي هي النضارة الزجاجية ايه نضارة النظر اللي هي eye glasses او اختصار بنقول glasses belts اللي هو الحزام طبعا ده كلهم بتلبس في الادين gloves اللي هو الكفاز او الجوانتي فطبعا هاختار gloves معناها الكفاز او الجوانتي طيب نمبر 24 بقول i didn't a racket last week عايزة اقول انا ما اشتريت شي مضرب الاسبوع الماضي last week كلمة من الكلمات الدالة على الماضي فمعاها المفروض ان انا اجيب الفعل في الماضي تمام بس لا اخد بالنا الجملة مثبتة او الجملة منفية يعني ايه يا ميس؟ يعني الجملة فيها نط ولا ما فيهاش الجملة فيها نط طيب وبعدين الجملة فيها did ولا ما فيش؟ طالما فيها نط يبقى فيها did عشان انا لما باجي امفي الماضي البسيط بمفي بان انا باجيب didn't طالما فيه didn't في الجملة يبقى بعد didn't يجي الفعل في المصدر لان القاعدة بتقول لي ماينفعش يجي فعلا ولا بعض اصرف الاثنين بصرف الاول والتاني لا طيب لو انا ما كنتش اقول didn't لو كنت اقول i بس لو كنت عايزة اقول ان انا اشتريت مضرب الاسبوع الماضي ساعتها كنت اختار ماضي كنت اختار boot معناها اشتريت وباي ده فعل شاز الماضي منه boot انما طالما فيه didn't يبقى didn't دي هتخليني ان انا نرجع للمصدر تاني واختار buy يبقى i didn't buy ناخد بالنا عشان ما نتلخبطش في حاجة زي كده تمام نرجع كده للقناة منقرة العلم انجليش for you وندخل على البلاي لست قائمة التشغيل ونختار الصف الخامس الابتدائي او نختار القائمة بتاعة شرح الازملة بتاعة اللغة الانجليزية هتلاقي الازملة كلها مشروحة ادخل بقى على زمن بتاع past simple tense وشوف الشرح بتاعه تمام؟ طيب last week دي دالي على الماضي والمفروض ان انا اجيب past simple فالمفروض كنت تختار boot ولكن الجملة هنا منفية فيها didn't طالما فيها didn't يبقى يجي المصدر ما يجيش الماضي فعشان كده اخترت didn't buy انما لو الجملة مثبتة ما كانش فيها didn't كنت احطيت ساعاتها boot لان القاعدة بتقولي ان ما ينفعش يجي فعليه مصرفين ورا بعد طالما فيه did او does بعدهم بيجي الفعل في المصدر طيب لو هشل does هحط للفعل s طيب لو هشل did ارجع الفعل للماضي تاني تمام؟ طيب number 25 بقول the a of the airs gets higher because of the greenhouse gases طبعا عايز اقول ان درجة حرارة كوكب الارض هتعلى بسبب غازات الاحتباس الحراري يبقى هقول the temperature temperature اللي هي درجات الحرارة homes اللي هي المأوى البيوت المساكن roads اللي هي الطرق طيب number 26 بقول the nair river spreads out into two يعني نهر النيل بيمتد لي اتنين the nair river spreads out into two طبعا two branches يعني فرعين لما فرع دميات وفرع رشيد ان انا اخدتهم في الدراسات mountains اللي هي جبال واسيز اللي هي البحار number 27 بيقول a helps people learn about new cultures a اللي بيساعد الناس انها تتعلم الصقافات الجديدة او عن حضرات وحاجات جديدة طبعا التوريزم السياحة السياحة اللي بتساعد الناس تتعلم من صقافات جديدة لانها بتحتكب ناس جاية من المجتمعات تانية جاية من بلاد تانية جاية من جنسيات مختلفة بشوف الجنسية دي بيتكلموا ازاي معتقداتهم ازاي بيأكلوا ايه بيشربوا ايه بيلبسوا ازاي بعرف انواع ثقافات وحضرات تانية فاللي بيساعدني في كده هو التوريزم اللي هو السياحة طيب 28 بيقول ايجبت is a beautiful يعني عايزة اقول ان مصر بلد جميلة يبقى city ولا village ولا country مصر بلد يبقى country مصر يبقى ايجبت is a beautiful country لانها بلد معناها country city city يعني مدينة و village يعني قرية انما country يعني بلد فايجبت country يعني مصر بلد طيب number 29 بيقول ecotourism helps to protect the a يعني السياحة البيئية بتحافظ على حماية ايه طبعا حماية الحياة البرية يبقى wild life يبقى ecotourism helps to protect the wild life يعني السياحة البيئية بتحافظ على او بتحمي الحياة البرية طبعا journey معناها رحلة و pollution معناها تلوث طيب السؤال بقى كده بيقول i can't wait to go to alexandria and swim in the sea عايز يقول انا يعني ايه لا اوتيك الانتظار مش قادر انتظر لما يكون حد متحمس لحاجة عايز يعملها بسرعة قوي فبيقول كده يقول i can't wait to go to alexandria and swim in the sea مش قادر انتظر عايزة مش على طول فwait want يعني اريد feel يعني اشعر او احس انما wait يعني لا استطيع انتظار وده expression اخدناه اه في الدروس طيب السؤال باكده بيقول the elephantine a is in aswan عايز اقول ان جزيرة فيها فطبعا بقول the elephantine island يعني جزيرة طبعا اتفقنا ان island يعني جزيرة desert يعني صحرة mountain يعني جبل فانا بقول ان الفناين دي هي island يعني جزيرة is in aswan موجودة في اسwan طيب 32 بيقول the opposite of a is dark يعني عايز اقول عكس كلمة a اللي هو غامق طبعا عكس كلمة فاتح غامق اللي هو light في ال colors لما خلناها لما اقول light blue اللي هو اللبني الفاتح لما اقول dark blue يبقى اللبني الغامق يبقى the opposite of light is dark يعني عكس فاتح غامق طبعا bad يعني سيء و sad يعني حزين طيب 33 بيقول in the evening في المساء i like to see the a في المساء بشوف ايه طبعا بشوف sunset يعني بشوف غروب الشمس طبعا عرفنا ان sunset معناها غروب الشمس انما sunrise معناها شروق الشمس و sunburn معناها الحروق اللي بتنتج عن الشمس طيب 34 بيقول i don't like dark clothes ما بحبش الملابس الغامقة i like a ones طبعا ما بتحبش الغامقة يبقى بتحب الفتحة يبقى i like light ones يعني بحب الالوان الفتحة مش الغامقة happy يعني سعيد sad يعني فرحان sorry happy يعني سعيد او فرحان sad يعني حزين طيب 35 one of the a of tourism is that يبقى number 35 بيقول one of the a of tourism is that it damaged the environment طبعا احنا اتفقنا ان التوريزم فيها cones وفيها bros جود سينجز و بات سينجز الجود سينجز اللي هي الايجابيات او الاشياء الجيدة بنسميها bros والبات سينجز او الاشياء السيئة بنسميها كونز طيب هنا هو بقى بيقول لي هي فيها كونز ولا بروز ولا كوينز كوينز اللي هي العملات المعدنية طيب تعالوا نشوف بقيت الجملة بتقول ايه؟ بتقول it damages the environment يبقى هي بتهدم او بتدمر البيئة كنا انها بتدمر البيئة دي حاجة من السلبيات اللي فيها او من البات سينجز اللي فيها يبقى طبعا فيها الكونز اللي هي البات سينجز او السلبيات طيب 36 بيقول A is an adjective that describes the shoemaker ايه من هنا اللي هو صفة اتوصف بيها صانع الاحزياء في القصة بتاع صانع الاحزياء اتوصف بانه ايه؟ طبعا هما كانوا بيقول انه هو honest kind man تمام؟ فالصفة اللي اتوصف بيها انه هو honest يعني امين delicious دي صفة بوصف بيها الميل بوصف بيها الوجبات طب desert معناها جلد من الصفة اصلا يبقى كلمة honest هي اللي صفة معناها امين ودي الصفة اللي توصف بيها صانع الاحزياء طيب 37 بيقول tourists like to see a places يعني السياح بيحبوا رؤية الاماكن الايه؟ طبعا الاماكن التاريخية يبقى historical places معناها الاماكن التاريخية طيب 38 بيقول I walk around a lot I need comfortable انا بمشي كتير يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج shoes يكون مريحة او كوتش مريح يبقى محتاج comfortable snickers يعني حزاء رياضي مريح اوكي؟ طبعا لازم اكون محتاج حاجة في رجلي تريحني لاني بمشي كتير طيب يبقى snickers اللي هو حزاء رياضي مريح 39 بيقول the fish was a in the sea السمك ماهلو في البحر عايز اقول السمك كان بيعون في البحر was يجي بعدها verb plus ing يبقى was swimming يبقى was swimming طيب يبقى هاختار ايه؟ هاختار swimming number 40 بيقول mom likes to wear a gold a around her neck مامتي بتحب تلبس ايه دهب حوالين رقبتها؟ طبعا بتلبس العقد الدهب او الكلادة الزهبية او سلسلة معناها necklace necklace يعني العقد الدهبي gold necklace يعني العقد الدهبي حوالين ايه around her neck يعني حوالين رقبتها 41 بيقول green house gases make the earth يعني غازات الاحتباس الحراري بتجعل كوكب الارض ايه طبعا warmer اكسر دفئا warmer اكسر دفئا طيب 42 بيقول green house a are important طبعا green house gases are important ان احنا زي ما قلنا ان هي مش كلها سلبيات green house gases دي في جزء منها ربنا حطوا بنسبة معينة كان حماية لكوكب الارض كان عامل زي البلانكت اللي بيحيط بكوكب الارض عشان to make it warm عشان يخليها دافئ ولكن سوء استخدام الانسان للموالد المتاحة خلى ان كتر الغازات بتاعة الامبعاث الحراري دي او الاحتباس الحراري اللي هي green house gases دي كترت فلما كترت ابتدى كوكب الارض يبقى فيه high في التمبريتشر بتاعه ابتدت التمبريتشر جو اب درجات الحرارة تاعنا وابتدى يبقى warmer وابتدى يكون ادفأ وهو دوت اللي غلط اللي احنا مش حابينه وده كان نتيجة لايه؟ نتيجة 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 الحرارة وان كوكب الارض يكون اكثر طيب طبعا الجرينهاوس جادس زي ما اتفقنا لها غازات الاحتباس الحراري دي مهمة طبعا لانها طيب يعني السياحة البيئية المفروض ده مش المفروض اللي هما السياح البيئيين لان الايكوتوريزم دي السياحة البيئية فمش السياحة البيئية هي اللي هتدفع ده السياح البيئيين او السياح المحافظين على البيئة هما اللي هيدفعوا عشان يستنوا في البيبلز هاوسز اللي هما في منازل الناس ان هما يعني زي ما بياخدوا ايجار في منزل كده او حاجة بيعودوا فيها تمام فدي المفروض تبقى توريست اللي هي السياح طب 44 بيقول ايه هار هارم فول بلانس ايه هما اللي بيعتبوا النباتات ضارة طبعا الويدز الويدز هي حشائش او نباتات ضارة السيدز اللي هي البزور الجراس اللي هي الحشائش انما السيدز البزور الويدز هي الهارم فول بلانس اللي هي النباتات الضارة يبقى طبعا ويدز طيب 45 بيقول ايه ايه هوا المكان المليئ بالاشجار طبعا الفورست اللي هو الغابة انما الموتن ده يعني جبل ووترفول يعني شلالي احنا نقول فورست اللي هي الغابة طيب 46 بيقول نواميس ايه ايه هارم طابة نواميس موجودة في طابة طبعا فيليج يعني قرية سيتي يعني مدينة تاون يعني مدينة بس تاون مدينة اصغر شوية سيتي مدينة اكبر شوية فيليج يعني قرية نواميس دي كانت قرية هو قال لي كده يبقى نواميس يعني قرية نواميس موجودة في طابة 47 بيقول اللي هي حديقة الاسرة او حديقة المجتمع كانت ديرتي وميسي يعني كانت متسخة وفوضوية مش مترتبة طبعا الكلام ده كله جبناه من اين؟ جبناه من الدروس ارجع كده للدروس وللقطع التكست اللي مديولك في الدرس وانت تعرف 48 بيقول مين اللي معتقد ان الانسان او الناس او البشر هما اللي تسببوا فيه التغيير المناخي؟ طبعا الساينتست اللي هما العلماء هما اللي اعتقدوا كده دكتورز اللي هما الدكاترة انجينيرز اللي هما المهندسين انما الساينتست هما العلماء اللي اكتشفوا كده 50 بيقول اي ماروة اند محسن بلاين تشيس ات 6 بي ام يستردي طبعا هو المفوض كان يساعدني ويحط لي هنا علامة استفهام عشان اعرف ان ده سؤال طيب ده سؤال هنا في زمن ايه؟ هو جايب لي تايم وبعدها يستردي يبقى ده في زمن الماضي المستمر ماضي مستمر اللي بيجيب تايم وبعدين يستردي طيب الماضي المستمر بيكونن ايه؟ من was او where plus verb plus ing was مع مين مع هي وشي وإت او اي اسم مفرد او ما ينوب عنهم طيب where بيتيجي مع مين مع they ووي ويو او اي اسم جمع او اي اسم اه رؤس او ما ينوب عنهم يعني ممكن يكون اسم جمع عشاز زي كلمة children او كلمة من او كلمة women طيب امتى بقى اعمل السؤال او لما بعمل السؤال بقى اعمل ايه؟ بقدم الفعل المساعد was aware على الفعل هجيب was aware ثم الفعل ثم الفعل ثم ال verb plus ing ثم التكمله تمام طب هنا انا عامل سؤال المفروض ان انا هجيب was aware وبعدين مروى ومحسن دولة ثم الفعل وبعدين plus ing ثم التكمله طيب مروى ومحسن جمع اكتر من واحد في الانجليش عندنا اكتر من واحد بيج applicants يعني في العربي الواحد بيبة مفرد اللي اتنين بيبقوا مسنن اكتر من اتنين بيبقوا جامع احنا في الانجليش اكتر من واحد بيبقوا جامع طيب هنا ده مروى ومحسن ممكن اشيلوا relatable they يبقى اذا هياخدوا ايه جامع يبقى ياخدوا يبقى هقول مروا اند محسن بلايين تشيس ات سيكس بي ام يستردى طيب نومبر ففتي وان بيقول الفناين ايلاند اس فول اوف يعني جزيرة فيلة مليانة بايه طبعا اس فول اوف هستري مليانة بالتاريخ اس فول اوف هستري يبقى الفناين ايلاند اس فول اوف هستري يعني قرية فيلة مليئة بالتاريخ طيب السابع كده بيقول زهب لايه عشان يستيلف بعض الكتب او يستعير بعض الكتب طبعا بارك يعني حديقة حديقة عامة بتاعت كل الناس انما لو جاردن بتبقى حديقة خاصة حديقة خاصة بالمنزل بتاعي او حديقة خاصة بي الغد بتاعي انا صاحبه انما بارك حديقة عامة اي حد زي الزو اي حد يقدر ان هو يروحها مملوكة للشعب كله بول اللي هو حمام السباحة اللي هي المكتبة طبعا احنا بنروح المكتبة عشان نستعير الكتب يبقى اي وانتو دي ليبري تو برو سام بوكس يبقى انا ذهبت للمكتبة لاستعير بعض الكتب طيب 53 بيقول the a inside the greenhouse doesn't change the a inside the greenhouse doesn't change طبعا عايز اقول ان درجة الحرارة ده اخد الصوبة الزراعية او الصوبة الزجالية لا تتغير يبقى طبعا the temperature temperature اللي هي درجة الحرارة 54 بيقول حازم studded hard good grades طيب هو حازم ذاكر كويس اوي ليه ده كده انا بجواب على سؤال y يما بقول في السؤال بتاع y because يعني بسبب او عشان او بقول to يعني لكي طبعا هنا هيكون to get good grades يعني عشان ياخد درجات عالية او يجيب درجات كويسة يبقى هاختار to get to زائد المصدر to زائد المصدر بتساوي because اللي هي يعني بتكون بتجاوب على السؤال بتاع ليه ليه عملت الحاجة الفلانية لماذا why 55 بقول the a of feyali is in aswan طبعا عايز اقول معبت feyali موجود في aswan the temple of feyali is in aswan طيب 56 بيقول tourism gives mean for local people طبعا tourism gives jobs يعني السياحة تعطي فرص عمل او تعطي وظائف ليه السكان المحليين او الناس المحليين اصحاب البلد يعني فبتديهم jobs طبعا طيب number 57 بيقول what is she doing at 9 am yesterday هنا سؤال بس سؤال دوا تبادئ بأداة استفهام وبعدين هنا جايب لي زمن وبعدين يستردي طالما فيه time وبعدين يستردي يبقى دا عنامة من عنامات past continuous tense اللي هو زمن الماضي المستمر طب زمن الماضي المستمر بيتكون من ايه was aware plus verb plus ing طيب لما اجي اعمل سؤال هجيب اداة الاستفهام ثم was aware ثم الفاعل ثم الverbal plus ing ثم التكملة طب هنا الفاعل عندي شي وشي ده من الضمائن المفردة يبقى ياخد معي ايه ياخد معي was يبقى what was she doing at 9 am yesterday طيب number 58 بيقول I went outside a my neighbor طبعا عايز اقول انا خرقت بالخارج يعني عشان اساعد قاري يبقى I went outside to help my neighbor انا خرقت عشان لو سؤال بتاع why انت ليه خرقت يبقى to help لي كيي اساعد قاري يبقى to help my neighbor طيب 59 بيقول I bought new swimming a to swim in the pool يعني انا احضرت ميو جديد عشان هعم في حمام السباحة او هعم في البسين يبقى ايه يبقى هقول swimming shorts يعني ميوش swimming shorts يعني ميوش ممكن كنت تجيل الجملة دي زي ما هي كده ويقول لي I bought new swimming shorts ويعني to swim ويقول لي in the pool ويقول لي اختاري بقى swimming ولا swim ولا to swim ساعتها كنت اختار to swim معناها لكي اعوم تمام ان احنا بنرد على السؤال بتاع why ممكن كان يخلي لي to ويقول لي اختاري بعديها swim ولا swim ساعتها اختار to swim لان تو بيجي بعديها المصدر ممكن كان يشلي اللي هي to خالص ويقول لي بقى اختاري to ولا at ولا for يبقى to يعني ممكن الجملة دي يجي منها جملتين ثلاثة كمان على نفس الوتيرة ويشلي مرة to ماللا يشلي الفيرب ماللا يشلي to swim على بعديها وهكذا طيب number 60 بيقول we go to school ليه احنا ليه بنروح المدرسة طبعا to learn لكي نتعلم to learn بنرد على السؤال بتاع why why do we go to school طبعا we go to school to learn طيب 61 بيقول احمد studded hard a good grades عايز اقول ان هو بيزاكر كويس عشان يجيب درجات حلوة يبقى احمد studded hard ليه to get to get good grades طبعا to لازم يجي بعديها المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني الفعل من غير اي اضافات الفعل في حالة الاولى يعني ايه برضو يعني الفعل لا يكونش منتهي بs ولا es ولا ies ولا d ولا ed ولا ied ولا ing ولا يكون فعل شاز متصرف في التصريف الثاني او الثالث تبقى الفعل في المصدر في حالة الاولى طيب يبقى طبعا هاختار to get number 62 ملك wear her sunglasses ها او ملك ملك wear her sunglasses ها her eyes طبعا to protect her eyes معناها ان هي لبسة نضارة الشمس عشان تحمي عنها بتجاوب على السؤال بتاع why 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 هي ليه ليه استادت النضارة بتاعتها طبعا to protect her eyes يبقى to protect المفهود هنا بقى اقول ملك wears لان ملك اللي هي she خلاص او ملك اللي هي الشي يعني ممكن تتنطق ملك فتبقى هي او تتنطق ملك فتبقى هي او تتنطق ملك فتبقى شي خلاص فتاخد معها wears لان دي كده present simple او كانت تبقى ماضي فاقول war ملك war يعني هنا دي التصريف بقى كده غلطي اما يحط لها s اما كانت تبقى في الماضي يعني ممكن تكون غلطة مطبعية ولا حاجة ما علينا المهم هي to protect her eyes يعني لكي تحمي عنها طيب سكستي سري بيقول ليبيا a to the west of Egypt عايزة اقول ان ليبيا تقع في غرب مصري بقى lays to lays to معناها تقع يبقى بقول ليبيا lays to the west of Egypt معناها ان ليبيا تقع في غرب مصر طيب سابع كده بيقول 64 I am so a to see my uncle and cousin عايزة اقول ان انا متحمس جدا لرؤية عمي وولاد عمي يعني او خالي وولاد خالي طبعا هقول I am so excited ليه بقى احنا اتفقنا قبل كده ان ال E دي خاصة بالعاكل خاصة ب I خاصة بالاشخاص خاصة بالضمائل العاكلة ان انا I and G خاصة بالغير عاكل يعني لما اجي اتكلم عن حاجة غير عاكلة رحلة مثلا ممتعة حديقة شكلها جميل استمتعت بيها يوم حلو قضيته هقول ساعتها exciting لان انا هنا بتكلم عن حاجة غير عاكلة انما لما بتكلم عني انا عن بني ادم عن حد عاكل عن حد ينوب عن ايه ضمير عاكل يبقى هاختاري ال E دي اللي هي excited فما تلغبطش بقى في الحكاية دي اول ما تلاقي ضمير عندك او اسم او كده يعني عاكل يبقى تختاري ال E دي على طول يبقى excited طيب 65 بيقول we need to plant more A to make closest يعني احنا محتاجين نزرع A اكتر عشان نعمل ملابس طبعا هنزرع القطن لان القطن هو اللي بنعمل منه الملابس انما الفشتبرز ده خضار والفروت ده فتحة فاحنا بنزرع A القطن طالعما to make closest لزراعة الملابس طيب 66 بيقول boys don't wear السبيان الولاد ما بيلبسوش shirts ما بيلبسوش امصان ما بيلبسوش skirts اللي هي الجبات لان الجب دي بتاعت البنوتة بتاعت الجرز مش البويس طيب السواب على كده بيقول i want to buy these shoes can i aid them on عايزة اقول انا عايزة او اريد ان اشتري هذه الاحذية او هذا الحزاء يعني ممكن اجربو ممكن اجربو ده اللي هو هئيس واشوفو بقى على قدي مش على قدي مريحني مش مريحني ساعت اقول can i try them on يعني ممكن اجربهم يبقى can i try them on طيب يبقى اختار طبعا ايه try 68 بيقول we need to a our so cases عايزة اقول ان احنا المفروض ان احنا نطبق الهدوم بتاعتنا ونحطها في الشنط او بنقول عليها نحزم الامتاع يعني نوضى بشنطنا we need to back our so cases يعني المفروض ان احنا نحزم الامتاع طبعا back دي معناها تيجي بمعنى الخلف تيجي بمعنى الماضي او تيجي بمعنى حاجة من زمان او كده اللي هو الى الوراء يعني انما back دي معناها نحزم الامتاع اللي هي p for pen p for pen طيب 69 بيقول عايزة اقول ان هما كانوا يعوموا في البحر يبقى هنا ايه هاختار اللي هو كانوا يعوموا وفضلوا يعوموا لفترة يعني يبقى اختار هنا ماضي مستمر يعني عايزة was aware plus verb plus ilg ده زي ضمير جامعة فالضمير الجامعة ياخد معا يبقى اختار where swimming يبقى they were swimming in the sea number 17 بيقول i a watching a film yesterday طبعا هنا yesterday ماضي وهنا watching verb plus ing يبقى انا كده المفوض ان انا بستخدم الماضي المستمر اللي هو was aware plus verb plus ing i من الضماء اللي بتاخد was يبقى هاختار was يبقى i was watching a film yesterday 71 بيقول a causes climate change ايه اللي بيسبب التغيير المناخي طبعا هو داني في الدرس اربع حاجات من الحاجات اللي بتتسبب التغيير المناخي اللي هما factors اللي هما المصانع العواده اللي بتطلع منها transportations اللي هي وسائل النقل والمواصلات زي plan journey زي cars وهكذا كمان داني ايه كمان داني live stock farming اللي هو تربية المواشي والداني اللي هي buildings اللي هي المباني او الادوات بتاعت البناء يبقى هنا هاختار live stock farming اللي هي تربية المواشي طيب 72 بيقول when all fruit and vegetables are ready the best thing is a them يعني لما تكون كل الخضار والفاكهة خلاص جاهزين يبقى احسن حاجة لهم نعمل فيهم ايه طبعا picking them ان احنا نلتقتهم او نجمعهم بقى نعمل لهم picking اللي هو هنلتقتهم يعني هنعمل ايه هنعمل هارفست ليهم هنعملهم حصاد عملية collecting او picking او harvest كلها بنفس المعنى ان هي جامعة او حصاد او التقاط فهتبقى picking طيب 73 بيقول green house is made of السوبة الزجاجية حتى انا بقولها هي السوبة الزجاجية يبقى مصنوعة من ايه يبقى مصنوعة من الغلاس من الزجاج يبقى green house is made of glass طيب 74 بيقول where you ate breakfast when your brother came يعني عايز اقول هل كنت تتناول الفطور لما اخوك حضر طبعا احنا قلنا وين من ادوات ربط الجمل هي وين ممكن تيجي كاداة استفهام بمعنى اين وممكن تيجي كاداة لربط جملتين لو جات كاداة بربط جملتين يبقى الفعل الاولاني هيكون في الماضي المستمر والفعل التاني بيكون في الماضي البسيط ففعل الفعل التاني اهو هو can come فعل شاز التصريف التاني منه came فجاء اهو في الماضي البسيط انما الفعل الاولاني هيكون في الماضي المستمر طيب هي الجملة الاولانية كانت على هيئة سؤال هنا ماضي مستمر عايز اعمل سؤال يبقى where i was هنا ب you يبقى هاختار where لان where بيتيجي مع you يبقى where اللي هو الفعل المساعد الاول بعدين you اللي هي الفعل وبعدين ال verb plus ing يبقى where you having يبقى where you having طيب number 75 بيقول all tourists come to the red sea يعني السياح بيجوا للبحر الاحمر ليه طبعا تضايف عشان يقوموا بعملية الغطس عشان يتفرجوا على الشعب المرجانية ويستمتعوا به الشكل الجمالي بتاع ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم يعني عشان يشوفوا جمال الكائنات الحية والشعب المرجانية والحيوانات البحرية اني موجودة في البحر الاحمر طيب السؤال بيقول the a is so hot today عايز اقول ان الجو حر جدا النهاردة فبقول the weather the weather معناها ان الطقس حر جدا اليوم يبقى اختار the weather طيب السؤال بيقول we should look a the historical places and monuments عايز اقول يجب علينا الاهتمام او الاعتناء بي الاماكن التاريخية والاصار يبقى look after look after look after معناها الاعتناء بي 78 بيقول sea level اللي هي مستوى البحر ماله so people can lose their homes فممكن للناس انها تفقد مساكنها او تفقد منازلها طبعا لما مستوى البحر بيعلى فبيحصل فيضان فالفيضان دوت الماية بتطلع لبرا فبتبتدي بقى ممكن انها تغطي البيوت تغطي العمرات فالناس هتفقد مساكنها وربما تغطي الناس ذات نفسيهم فالناس كمان تموت يبقى هقول sea level raises اللي هو يرتفع يعني مستوى البحر او منصوب البحر هيرتفى so people can lose their homes فممكن للناس انها تفقد منازلها طيب 79 بيقول she is wearing a crown on her لبسها تاج على ايه طبعا head التاج بنلبسه على الراس head يعني راس انما hand يعني يد nick يعني ركبة طبعا هنختار head she is wearing a crown on her head طيب destroy the soil destroy the soil يا ميس انت بتجاوبي كل ده من الدروس كل ده احنا واخدينه في الدروس كل ده هو جايلي في التكست لما جاب لي الدرس اللي هو كأنه درس كراءة في اللغة العربية وبيجيب لي عليه اسئلة اللي لسه مذاكرش ومش عالف احنا من حين ازاي يخش يذاكر الدروس هيلاقي كل فيديو عليه الدرس المشروح وبعدين فيديو بعد كده عليه الحل هيلاقي الموضوع بسيط خارس طيب number 81 بيقول i put a a jacket عايز يقول انا اشتريت بقى jacket لونه ايه احنا خدنا الجدول بتاع ترتيب الصفات في حالة وجود اكتر من صفة يعني بلتبهم ازاي اول حاجة بشوف الصفة اللي بتتكلم على size يعني لما بيكون بيتكلم على big او small يبقى احط الاول size اللي هو big او small ها مفيش هنا بيج ولا small طيب تاني حاجة بيتكلم على age عمر الحاجة old ولا new طيب هنا في بيتكلم على old او new يبقى هاخد الاول اللي بتتكلم على old او new الاول ها بعدها color وبعدها material يبقى new green هي اللي صح طبعا للترتيب اللي انا قلته دلوقتي يبقى اختار i bought a new green jacket اشتريت jacket جديد لونه اهضر ليه لان في ترتيب الصفات في الانجليش ببدأ بالمقاس وبعدين ببدأ بجديد ولا قديم وبعدين ببدأ باللون وبعدين ببدأ بعديهم بالمادة الخامل مصنوع ايه منها طيب ايتي تو بيقول ايه you meet your friends yesterday عايز يسأل هال قابلت اصدقائك بالامش طالما yesterday يبقى طبعا اختار حاجة في الماضي يبقى ديد على طول لان yesterday طيب المنزل يعني هاوس يعني منزل home يعني موطن او مسكن room يعني حجرة طب انا بختار home معناها موطن او مسكن طب ايتي فور بيقول when i play football i wear a لما بلعب كرة القدم انا بلبس ايه طبعا بلبس التي شيرت اللي هي الفانيلا بمنصكم عشان بلعب بيها الفوتبول وكان يبقى احسن كمان لو كان الاختيار snickers لان هو اللي هو الحزاء الرياضي الخاص بكرة القدم فكان يبقى احسن لو كتبهوني يعني طيب number 85 بيقول she came home early a cook lunch يعني هي جاءت المنزل بدري لكي تطهو الطعام بتاع وجبة الغداء يبقى to cook lunch يبقى لكي هنا هاو تو بيجي بعدها المصدر هو عني تو حبي ان انا احطها معناها لكي تطبخ الغداء طيب 86 بيقول when it gets hot لما الجو بيكون حر we don't wear طبعا ما بنلبس الجاكت بتاعتنا الجواكت بتاعتنا الجاكتات بتاعتنا ما بنلبسهاش لما بيكون الجو حر طيب 87 بيقول i'll wear a it's very cold here الدنيا برد قوي فالمفوض ان انا هلبس ايه طبعا كوت كوت يعني بلتو او معطف عشان الدنيا برد ايه جدا طيب 88 بيقول i like fruit انا احب الفاكهة i want to eat ايه انا بقى عايز اقول ايه طبعا ما بحب الفاكهة طبعا strawberry اللي هي الفراولة screen اللي هي الشاشة screw اللي هو المصمار انما strawberry اللي هي الفراولة طيب ecotourists can stay in cams and eco يعني السياح البيئيين او السياح المحافظين على البيئة يمكنهم ان يقيموا في المعسكرات وايه طبعا والبيوت صديقة البيئة اللي هي الاكولوجيز اللي هي البيوت صديقة البيئة السؤال بعد كده number 90 بيقول tourism helps people learn ايه new cultures يعني السياحة تساعد الناس لتعلم ايه اللغات الجديدة يبقى learn about new cultures معناها تعلم اللغات الجديدة 91 بيقول at 9 am she is arriving at school يعني الساعة التساعة مساء هي الساعة التساعة صباحا اني دي am يبقى الساعة التساعة صباحا هي وصلت للمدرسة طيب هنا ده زمن معاضي مستمر يعني عايز was وش من الضمائر المفردة اللي بتاخد معي was يبقى اختار was was arriving at school 92 بيقول tourists like to go to the red sea to see the يعني السياح عايزين يروحوا للبحر الاحمر عشان يشوفوا ايه طبعا عشان يشوفوا اللي هي الشعب المرجانية شعب مرجانية طيب 93 بيقول we traveled by a through the nile بنسافر بايه عبر نهر النيل نهر النيل مية فبنمشي فيها بايه بالفالوكة الفالوكة دي اللي هي المركب الشراعية مركب كده شراعية بنمشي بيها و بتكون رحلة جميلة اوي و رحلة ممتعة ان احنا نمشي بمركب في النيل طيب 94 بيقول my sister and brother a playing tennis at 12 am معناها اختي و اخوية كانوا بيلعبوا التنس الساعة 12 صباحا يعني او في فترة الدهرية يعني طيب هنا my sister و brother دولة اتنين و احنا عندنا الاتنين في الانجلش يبقوا جمع يبقى انا ممكن عشانهم وحط بدلهم they يبقى they were يبقى they were playing tennis at 12 am 95 بيقول the a and sand turn rocks into the scriptures يعني a اللي حولوا السخول لمنحوتات او تماثيل طبعا الwind والساند اللي هو الرياح والرمال 96 بيقول when i travel i pack my clothes in my يعني عندما اسافر انا بطبق هدومي او باحزم امتعتي يعني في الايه طبعا في السوكيس اللي هي شمطة السفر 97 بيقول the fayum a is a very special place طبعا الفayum depression اللي هو منخفض الفايوم مكان مميز جدا is a very special place 98 بيقول when it trains i take my لما الجو بيمطر يعني او بتمطر باخد ايه my umbrella الشمسية بتاعتي طيب 99 بيقول mom a my room yesterday عايز اقول ان امي وضبط لي القوضة بتاعتي بالامس طبعا yesterday علامة من علامات الماضي يبقى هجيب معاها الفاعل في الماضي يبقى هدول على الفاعل في الماضي طيب الفاعل tyd اللي هو يرتب المفروض دوت y وقبل y حرف ساكن طالما y وقبل y حرف ساكن يبقى في الماضي هعند y هتتقلب ل i وبعد i هحط ed فالمفروض اختار tyd اللي هي دي بس هنا في غلطة مطبعية ان قبل e في i لان y دي تقلبت بقيت i ثم حطيت ed تمام فتبقى tyd mom tyd my room yesterday يعني امي رتبت لي القوضة بالامس طيب number hundred بيقول my sweater has red a طبعا عايز اقول ان السويتر بتاعي في خطوط حمرة يبقى has red strips يعني في خطوط حمرة كده خلصنا مع بعض الجزء التاني من ملزمة المتميز وهو حل ميت سؤال choose على الوحدتين الوحدة التالتة والوحدة الرابعة ترجمنا الاسئلة وحلناها وشوفنا اللي هو بيجيب لي سؤالات الاختيار دي يا اما من ال language function اللي هو ال language focus اللي بقف عندها يا اما من ال grammar يا اما من ال main vocabulary اللي موجود في الدروس ما فيش حاجة بتطلع من بره كتاب كل اللي تشوز بيجي بالنص من الدروس اللي انا واخدها كل المطلوب مني اني بذاكر الدرس اللي انا واخدها وبحفظ ال main vocabulary وباخد بالي اوي من الدرس بيتكلم عن ايه والجمل اللي فيه وبذاكره كويس اوي زي دروس القراءة بالظبط في اللغة العربية في النظام القديم وبعدين ببتدي احل الاسئلة لو لسه فيه حاجة محتار فيها او فيه حاجة ما اتقفش تحلها ادخل على الدروس اعمل ملاجعة شاملة كده روح للوحدة التالتة والرابعة خد شرح الدروس بسرعة وهتلاقي في الشرح الترجمة بتاعة الدرس اللي انت واخده هتفهم القصة بتاعة الدرس هتسبق في دماغك لما يجيلك بقى سؤال هتبتدي ان انت تحله وهتلاقي نفسك بتحله صح اي حد محتاج اي حاجة هترسلوني اما على الكميونيتي او المنتدى بتاع منارة العلم انجليش فوريو على اليوتيوب او من خلال الكومنتز تحت الفيديو او من خلال صفحة منارة العلم انجليش فوريو على الفيسبوك الرسائل بتاعت الصفحة او من خلال صفحة منارة العلم برضو على الفيسبوك من خلال رسائل الصفحة او من خلال مجموعة التليجرام ومجموعة الفيسبوك منارة العلم انجليش فوريو للصف الرابع والخامس لابتدائي 2023 واشتركوا في التليجرام هتلاقيوا عليه كل المنازم للصف الرابع والخمسة يبتدأي في كل المواد وأي حد محتاج حاجة نشرحها له أو محتاج حاجة نحلها مع بعض أو محتاج أي ملزمة أو كتاب سواء كتاب خارجي أو كتاب مدرسة يتواصل معي وهوفره له بإذن الله مش عايزة أعيد في الموضوع ده كتير بس انتوا عارفين أن القناة دي معمولة زكاة علم عايزين يفيد بيها أكبر عدد ممكن من الناس فياريت اللي يستفاد خلش علينا بإنه يحط اللايك تحت الفيديو عشان الفيديو يعلى وغيره يشوفه ويوصل إلى الاستفادة الأكبر قدر ممكن من الناس وما ننساش بقى كومنت حين ومنكم كده تشجعونا أن احنا نكمل بي وما ننساش أن احنا رفعين شعار ساعد تؤجر فإحنا عايزين نساعد الناس كلها والناس كلها تساعد بعضيها عشان نؤجر كلنا إن شاء الله شكرا على حسن الاستماع كانت معكم مانارة العلمي إنجليش for you with my best wishes thank you and goodbye